اشتركوا في القناة ورحبت الأمين العام بالحضور ونقلت لهم تهنئة صاحبة السمو الملكي لأمير السبيك بن تبراهيم الخليفة قارنة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى المرأة حفظها الله ومباركت سموها لهم بهذه المناسبة معربة عن تمنياتها بأن تكون بداية طيبة وفعل خير وبادرة لمزيد من التعاون بين الجميع في تحقيق رؤية صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى المرأة والمزيد من التعاضض بين جميع منتسبية الأمانة وعربت الأستاذ العوضي عن خالص الشكر والتغدير لكافة منتسبية الأمانة على جهودهم وتفانيهم في العمل لخدمة أهداف المجلس الأعلى للمرأة ما جعله يتبوأ مكانة رفيعة بصفته جهة مختصة في شؤون المرأة على المستوى الوطني من جانبهم التقدم ومنتسبو الأمانة العامة بأسمى آيات التهاني والتبركات لصاحبة السمو الملكي قارنة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى المرأة والأمين العام للمجلس وكافة الفرق لدارية والتنفيذية بالأمانة بهذه المناسبة الطيبة ومشيرين من المستوى الذي وصل إليه المجلس بفضل التوجيهات الثاقبة من قارنة العاهل المعظم حفظها الله وما بات يحققهم من نجاحات وإنجازات دولية يشار لها بالبنان في ظل قيادة سموها الحكيمة معاهدين بمواصلة المضي بكل عزم وتفاني في العمل على تحقيق أهداف الأمانة وما تصب إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر